من دير الزور إلى الرقة وما بينهما من بوادي تسعى إيران ومن خلفها الميليشيات التي تمولها لعادة صياغة وجودها في المنطقة من خلال تحصين مقارها في البادية والعمل على إنشاء مستودعات جديدة في ريفي الرقة ودير الزور بشكل متزامن شبكة عين الفرات قالت إن الميليشيات الإيرانية المنتشرة في المناطق الغربية من دير الزور وصولا إلى المناطق الشرقية من محافظة الرقة قامت بإنشاء مخازن للأسلحة وبناء ترسانة من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى في منطقة غربي الفرات ولفتت الشبكة إلى أن عمليات إنشاء المستودعات تتم بدعم من الحرس الثوري الإيراني وبإشراف وتنفيذ من لواء فاطميون وحركة النجباء العراقية التحرك الإيراني الجديد في البادية جعل إيران بحسب مراقبين تعيد حساباتها من جديد وتأخذ بعين الاعتبار الضربات الإسرائيلية على تجمعاتها في سوريا فعمدت الأخيرة إلى إنشاء مخازنها تحت الأرض على عمق يصل إلى خمسة أمتار لتجنب الاستهداف الإسرائيلي تطورات المشهد في البادية السورية لم يقتصر على تمدد الميليشيات الإيرانية وإنشاء ترسانات للصواريخ فحسب لتقوم بمشاركة قوات النظام وبدعم جوي روسي بتمشيط المنطقة على عدة خطوط ومحاور بين محافظات حمص والرقة ودير الزور وحمة اشتركوا في القناة